موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدنا الكرام نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضاراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين رئيس وعضو مجلس القيادة يضعون حجر الأساس لنصب الشهداء التذكاري بتاعي سيول جارفة في ملحان بالمحويد تؤدي بحياتي نحو ثلاثين مواطنا وتلحق أضرارا بالبيوت والمحال التجارية أستهل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم وضع الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية القائد الأعلى للقوات المسلحة ومعه عضواء المجلس الدكتور عبدالله العليمي والشيخ عثمان مجلي وضعوا حجر الأساس لإنشاء نصب الشهداء التذكاري في قلعة القاهرة التاريخية بمدينة تعذ وذلك تخليدا ووفاءا لذكر الشهداء الأبرار من أبناء المحافظة والجمهورية الذين بذلوا أرواحهم رخيصة دفاعا للجمهورية وقيم الحرية والعدالة والمواطنة المتساوية في مواجهة المشروع الإمامي العنصري البغيض وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن عظيم اعتزازه وإخوانه أعضاء المجلس بتدشين إنشاء هذا النصب التذكاري لشهداء الجمهورية من أبطال القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية والأمنية والمقاومة الشعبية الذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في سفر الفداء والنظار الوطني ضد الميليشيا الحوتية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني والفتا إلى أن اختيار محافظات تعزل إنشاء هذا النصب التذكاري يأتي عرفانا وتقديرا لتضحياتهم الجسيمة وصمود أبنائها الأسطوري في المعركة المصيرية ضد الميليشيا الحوتية الإرهابية وحصارها الجائر المستمر منذ أكثر من عشر سنوات واجدد الرئيس التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتقديم كافة أشكال الرعاية للجرحى وأنصر الشهداء عرفانا بتضحياتهم الكبيرة في سبيل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب والانتصار لقيم التعايش والحرية والكرامة والمواطنة المتساوية حضر الفعالية مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركم محمود الصبيحي ووزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان ومحافظ محافظات تعز نبيل شمسان عبر عدد من أبناء تعز عن تطلعهم بأن تثمر زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي والوفد المرافق له للمدينة إنجازات تلامس همومة وتطلعات المواطنين أتمنى من الزيارة التحريم تعز وقميع أجزاء اليمن وأتمنى مشاريع للمحافظة في مقدمتها المياه والكهرباء والتعليم الصحة وزيارة مرحم بها وتفايل فيها كثير نتوقع من زيارة الأخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن يكون هنا خاروية ووطنية لبناء الوطن وإن كان هناك صالح مع الميليشيات العوذية فلابد أن تكون على الثابة الوطنية وأن يقدم أيضا لمدينة تعز مدينة التي ضحت بالغالي والنفيس يقدم لها المشاريع الخدمية وتقدم لها كل ما تصب إليه من أجل الرقبي هذا الوطن الحبيب والله أملنا الكبير بفخامة رئيس القمهورية وأعضاء المجلس الرئاسي والوفد المرافق له وزيارتهم لتعز نتمنى منهم أن يضعوا لها الحلول لتحريرها والنظر إلى البنية التحتية وأملنا كبير بالوفد المرافق والرئيس وجميع أعضاء البرلمان المرافق له خالقة اليوم مدينة تعز عن بكرة أبيها لاستقبال الدكتور رشاد العليمين رئيس المجلس الرئاسي ونتمنى أن ينظر إلى تعز وإلى مستقبل الأبناء اليمن كافة ونريد التطورات في مدينة تعز من التنمية والمدارس والماء والكهرباء نسأل الله أن يكون لها ما بعدها من الاهتمام بتعز من ناحية الخدمات من ناحية الاهتمام بالمقاومين الذين يقوموا الآن في القبهات من ناحية على سبيل المثال رفع الرواتب أو يعني مديني وعسكري ونحن نأمل نأمل من الله سبحانه وتعالى ثم من هذه الزيارة نتمنى إيصال الكهرباء الحكومي إلى كل بيت المياه إصلاح الشوارع نتمنى أيضا بصفتي كمعلم وكتربوي أن يعاد هيكلة الأجور والمرتبات الأجور والمرتبات الآن لا تتوازى مع غلاء المعيشة أعرب عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء سلطان العرادة عن تقديره العميق لمواقف دولة الكويت حكومة وشعبا ومساندتها للشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف جاء ذلك خلال الاستقبال استقباله يوم أمس وفدا من جمعية الهلال الأحمر الكويتي الذي يزور محافظة ماربل للطلاع على الاحتياجات الإنسانية ومتابعة التدخلات الخدمية والتنموية وأشهد اللواء العرادة بدور جمعية الهلال الأحمر الكويتي في التخفيف من معاناة الشعب اليمني التي سببتها ميليشيا الحوث الأرهابية المدعومة من نظام إيران ونوها اللواء العرادة بسرعة الاستجابة الإنسانية من قبل جمعية الهلال الأحمر ومختلف المؤسسات الكويتية في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من المنخفض الجوي وتداعيات الأمطار الغزيرة التي اجتاحت العديد من المحافظات اليمنية من جهته أكد وفد جمعية الهلال الأحمر الكويتي لاستمرار في دعم الشعب اليمني والمساهمة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وتعزيز الشراكة مع الجهات المختصة في مختلف المجالات الإنسانية والتنموية أدت السيول الجارفة التي ضربت مديرية ملحان بمحافظة المحويت إلى وفاة وفقدان نحو ثلاثين مواطنا بينهم نساء وأطفال وجرف عدد من المنازل والمحل التجارية وألحقت تضرار كبيرة في الأراضي الزراعية وقالت مصادر محلية إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ملحان مساء أمس تسببت بانهيار حواجز مائية وانزلاقات صخرية ما أسفر عن وفاة وفقدان نحو ثلاثين مواطنا وتهدم إحدى عشر أو أحد عشر منزلا وأربع محال تجارية وأجر في سيارات وأراضي زراعية وأشرت المصادر إلى أن أعداد الضحايا مرشح للزيادة في ظل فقدان العديد من المواطنين وفي ظل غياب أي دور للجهة المعنية الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي ارتفعت حصيلة الضحايا في محافظة الحديدة جراء الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها مدرية المحافظة وأكدت المنظمة منظمة الصحة العالمية يوم أمس ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الحديدة إلى ستة وثلاثين قتيلا وخمسمائة وأربعة وستين مصابا منذ أواخر يوليو الماضي وقالت المنظمة إنه منذ أواخر الشهر الماضي تحولت سيول الأمطار إلى فيضانات متدفقة واجتاحت المدن والقرى في اليمن مخلفة وراءها دمارا كبيرا توقع المركز الوطني للإغصاد والإنذار المبكر اليوم استمرار هطول أمطار رعدية غزيرة يصاحبها حبات البرد ورياح هابطة على مختلف المحافظات اليمنية قال المركز في نشرته الإنذارية المتوقعة بل المتوقعة خلال الأربع والعشرين الساعة القادمة إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة على مرتفعات محافظات صعدة وحجة والمحويت عمران صنعاء دمار ريمة إبتعز الظالع البيضاء وسهل الثهامة وسواحل محافظات حجة والحديدة وتعز وأشار المركز مركز الإرصاد إلى احتمال هطول أمطار الرعدية المتفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات لحج أبيا مأرب الجوف شبوى المهرى حضرموت والسواحل الجنوبية وأهب المركز الوطني بالجهات الرسمية اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات ومتابعة النشرات والتقارير الصادرة على قتل يوم أمس أربعة أشخاص واصيب شخصان آخران بجروح بالغة في مخيم عتيرة لنازحين غرب مدرية تبن بمحافظة لحج وقال مدير الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين بلحج عمر الصماتي إن أحد النازحين عثر عليه مقذوف عثر على مقذوف ناري من مخلفات ميليشي الحوثي بالقرب من المخيم وحاول تفكيكه إلى أجزاء لبيعه خردة لكن سرعان منفجر المقذوف بداخل الخيمة وتسبب بمقتل أربعة أشخاص بينهم طفل وإصابة طفلين آخرين بجروح بالغة تم نقلهما إلى مستشفيات مدينة عدن لتلقي العلاج انتزع مشروع مسام التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة 837 لغما حوثيا خلال الأسبوع الرابع من شهر أغسطس 2024 في عدة محافظات وأوضح المركز في بيان أن الألغام المنزوعة شملت لغمين مضادين للأفراد وتسعة وخمسين لغما مضادا للدبابات وسبعمائة وواحد وسبعين ذخيرة غير متفجرة وخمس عبوات ناسفة وأشار مسام إلى أن عدد الألغام التي نزعت خلال شهر أغسطس ارتفعت إلى 3366 لغما فيما بلغت عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام 456664 لغما تراكم ميليشيا الحث الأرهابية من رصيد الانتهاكات الجسيمة في محافظة البيضاء من مع ملاحظة ارتفاع مؤشرات العنف الطائفي عبر شبكة المشرفين الميدانيين وتصعيد الحملات العسكرية على القرى وسكان المدنيين نتابع مؤشر الانتهاكات الحوثية الجسيمة آخذ في الارتفاع وتنويع أنماط جرائم الإرهاب المنظم ضد الإنسانية في محافظة البيضاء ووثق مركز رصد للحقوق والتنمية أكثر من 12 ألف حالة انتهاك من يناير 2015 حتى يوليو 2024 وتنوعت جرائم الانتهاكات بين القتل والاعتقالات والتهجير ونهب الممتلكات العامة والخاصة ومنع التنقل والاعتداء على الحقوق والحريات وعلى مدى 9 سنوات من الحرب تفاقمت معدلات الانهيار المعيشي وانعدام الأمن الغذائي في محافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويحتاج أكثر من نصف ساكنيها لمساعدات العون الإغاثي ولأن البيضاء ذات طابع قبلي وإرث تاريخي لامع في سفر النضال الجمهوري المبكر فقد اتخذت منها ميليشيا الحوثي متنفسا لتفريغ أحقاد الإمامة الموتورة ضد أبناء المحافظة يظهر ذلك جليا في استنفار الحملات العسكرية المدججة بالأسلحة الثقيلة ضد أصغر القرى في البيضاء إلى جانب انتشار العشرات من النقاط الحوثية على الطرق والدروب القصيرة داخل المحافظة أما الانتهاكات بحق العابرين والمسافرين من الأهالي من وإلى محافظة البيضاء فحدث ولا حرج حيث شهدت البيضاء حوادث عديدة من جرائم الحرابة والتقطيع وقتل المتنقلين من قبل نقاط الحوثي الأمنية ويواجه أبناء البيضاء مخاطر عديدة على حرياتهم وحقوقهم الأساسية بينما جريمة اغتصاب طفل قاصر على يد أحد المشرفين الحوثيين في سجن رداع المركزي تكفي لوحدها في تثوير النكف القبلي ضد الميليشياء المنحطة توفي شخصاني من المهاجرين الأفارقة نتيجة ازدحام شديد داخل قارب أثناء هجرتهم من بلدهم إلى منطقة عين بام عبد في سواحل محافظات شبوة وفادت مصادره أن القارب الذي كانوا يستقلونه يحمل أكثر من مئتي شخص رغم أنه مصمم لاستيعاب سبعين فقط مشيرة إلى أن الحارثة أدت أيضا إلى إصابة أربعة آخرين بجروح متفاوتة تم نقلهم على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج وفي سياق المتصل قام مواطنون بإسعاف امرأة من المهاجرين الأفارقة أيضا بعد تعرضها للضرب من قبل مهاجرين بل من قبل مجهولين إلى إحدى العيادات الخاصة بالمنطقة وأكد مصدر طبي أن المرأة تظهر عليها ووجهها آثار ضرب عنفة وضع وزير الأشغال العامة والطرق سالم محمد العبودي حاجر الأساس لمشروع تدخل الطارق لصيانة المقاطع المتضررة من إعصار تيج في شوارع مدينة الغيظة ويشمل مشروع تدخل الطارق صيانة المقاطع المتضررة من إعصار تيج لشوارع مدينة الغيظة بالإضافة إلى مشروع استكمال إنشاء وسفلتة شارع الثلاثين لمدينة المارينة السياحية بتمويل من صندوق صيانة الطرق الفرع الرئيسي عدن وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور فلع المحافظة وخلال عملية التدشين أكد الوزير العبودي حرص الوزارة وصندوق صيانة الطرق على إعادة تأكيل شوارع مدينة الغيظة والخط الدولي وذلك بعد الأضرار التي لحقت بها جراء إعصار تيج وأوضح الوزير أن هذه التدخلات تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين البنية التحتية كرم وكيل محافظة حضر موت لشؤون مدرية الوادي والصحراء الأستاذ عامر سعيد العامري صباح اليوم كرم الحافظ هشام بكورة بعد فوزه في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم في دورتها الرابع والأربعين التي تقام بالمملكة العربية السعودية واستمع الوكيل العامري بحضور وكيل المحافظة المساعدة الأستاذ عبدالهادي التميمي ومدير عام مكتب وزارة الأوقاف الشيخ محمد بلفاس ومدير مكتب وزارة الإعلام الأستاذ رشيد العامري سمعوا من الحافظ بكورة نبذة عن مشاركته في المسابقة الدولية التي شارك بها 174 متسابقا من 123 دولة وتحصل على المركز الرابع في محور حفظ القرآن الكريم كاملا شاد وكيل المحافظة شاد بما حققه الحافظ هشام بكورة من إنجاز في البطولة الدولية لحفظ القرآن الكريم وهو الكفيف الوحيد بالمسابقة مؤكدا دعم السلطة المحلية لمثل هذه النماذج الشبابية والتي يعول عليها تجسيد قيم ومبادئ الإسلام السمحة ونشرها في أوساط المجتمع وتكريبهم واجب على الجميع في ظل الصعوبات التي تواجه الكثير من الأسر بمحافظة المهرة في توفير الاحتياجات المدرسية لأبنائها برز دور جمعية الوصول الإنساني في تقديم الحقائب والزي المدرسي لعدد من مدارس المحافظة وتجيع الطلاب على مواصلة التعليم تتزايد حاجة الطلاب للمستلزمات المدرسية مع بداية كل عام دراسية وما يرافقها من عجز ألاف الأسر عن الوفاء بالتزاماتها إلا أن حضور الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دعم الطلاب مثل بادرة أمل وفرصة لتشجيعهم على الاستمرار في التعليم وكان لجمعية الوصول الإنساني دور في توزيع الحقائب المدرسية خلال هذا العام توزيع الزي والحقيبة المدرسية للطلاب المستهدفين من مدارس مديرية الغيظة هذا المشروع يأتي بتمويل من جمعية الوصول الإنساني فرع المهرة من أجل الاهتمام بهذه الفئة وطبعا توزع للفئات الأكثر احتياجا في داخل المجتمع من الطلاب الذين لا يمتلكون الزي والحقيبة المدرسية وهذا يأتي طبعا ضمن المشاريع التعليمية التي تقوم بها الجمعية في محافظة المهرة اهتماما بالتعليم دعم لم يقتصر على ذلك فحسب بل شملت تمويل توفير أزياء مدرسية لأبناء الأسر الفقيرة والنازحة والتي كانت تواجه صعوبة في شرائها نتيجة غلاء الأسعار بشكل غير مسبوق وهو ما قد يؤثر سلبا على مستوى الطالب التعليمية توزيع الحقائب المدرسية والزي المدرسي لمجموعة من الطلاب والطالبات لعدد من مدارس مديرية الغيظة ومحافظة المهرة والشكر لجمعية الوصول الإنسانية على تقديمها هذا الدعم للطالب ورسم الابتسامة في فقوه الطلاب والطالبات ونظرا للظروف التي تمر بها البلاد والتي نمر بها جميعا فهذا يساعد الطالب على مواصلة التعليم وحصوله على أبسط حقوق له ومع استمرار مثل هذه المبادرات لدعم قطاع التعليم في المحافظة ثمت مطالبات واسعة للمنظمات المانحة للقيام بدورها اتقاه المجتمع وتقديم المساعدات لآلاف الطلاب لتقاوز الصعوبات التي تواجه أسرهم في توفير أبسط الاحتياجات المدرسية شهدت مدينة المكلة قمة كروية بين نادي المكلة ونادي سمعون انتهت بفوز نادي المكلة بركلات الترجيح وتأخله للمباراة النهائية في سيئون شهدت المباراة نافسا قويا وحضورا كبيرا واصدى تشديدات أمنية كبيرة احتضن ملعب باراد في مدينة المكلة قمة كروية بين نادي المكلة ونادي سمعون وسط حضور كبير من المشجعي وتشديدات أمنية مكثفة مباراة حماسية وتنافس قوي انتهت بتأهول الفريق الكروي الأول لنادي المكلة الرياضي إلى نهاء بطولة كأس حضر موت الثامنة إثر فوزه على حساب فريق نادي سمعون الشحر بركلات الحظ الترجيحية بعد التعادل السلبي في المباراة التي احتضنها ملعب الفقيد باراد بالمكلة في إياب نصف نهائي البطولة التي تقام برعاية من محافظ حضر موت الأستاذ مبخوط مباراة من ماضي هذه البطولة الثامنة الآن نحن طبعا نعيش في نصف نهائيها وجود أندية نادي سمعون ونادي المكلة وأيضا نادي برق من تريم ونادي اتفاق الحوطة الفائز مباراة اليوم مع الفائز مباراة الوادي إن شاء الله سيتقوم في الختام الذي سيحدد قريبا إن شاء الله تعالى أولا نشكر القائمين على هذه البطولة بطولة كاسحة ضرموت هذه البطولة استثنائية شهدت عودة نادينا المكلة بعد أن غاب فترات طويلة عن الميدان وعن الظهور وبعن كما ترون لأن رابطتنا عادت بشكل خيالي عادت المنافسات الرياضية في مدينة المكلة بينما لا تزال الأوضاع الأمنية متوترة في المدينة نتيجة الاحتجاجات الشعبية على انهيار منظومة الكهرباء وضعف الخدمات ويأمل الجميع بعوذة التحسن والهدوء إلى مدينة المكلة وتستعد نشاطها وحيويتها وجمالها المعهود عماد العامري لقناة سوهيل من مدينة المكلة بحث سفير بلادنا في تركيا محمد صالح طريقة مع رئيس منظمة وقف المعارف التركي البروفيسور بيرول أغون بالعاصمة التركية أنقارا سبل توفير مزيد من الدعم التركي لليمنيين في المجالات الثقافية والتعليمية وناقش اللقاء مبادرة الوقف وبناء مدارس تركيا داخل اليمن وتزويدها بكافة الاحتياجات العلمية واللوجستية من طاقم تدريس تركي وتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب ودعم الجانب التعليمي والتدريبي المتاح إضافة إلى المشاريع التنموية والإغاثية والتي تساعد على التخفيف من أعباء الحرب والكوارث الطبيعية التي ضربت اليمن مؤخرا وخلفت الكثير من التحديات على مستوى البنى التحتية للبلاد وأكد السفير طريق استعداد الحكومة اليمنية لتوفير كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمة التركية ونشاطها داخل اليمن من جانبه قال رئيس وقف المعارف التركي إن اليمن تحظى باهتمام كبير في تركيا وإن مشاريع الوقف مستمرة لدعم اليمن حتى تجاوز أزمتها الإنسانية والسياسية مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين رئيس وعضو مجلس القيادة يضعنا حجر الأساس لنصب الشهداء التذكاري بتعز سيول جارفة في ملحان بالمحويت تؤدي بحياتي نحو ثلاثين مواطنا وتلحق أضرارا بالبيوت والمحل التجارية في ختام النجرة تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة